طيب في قصة في ماتش حرس الحدود بالنسبة للأهلي الاهلي هيلعب الماتش بتاعه زي ما حضراتكم عارفين مع حرس الحدود يوم 9 مايو وهو عنده ماتش السوبر ان شاء الله بإذن الله من الجمعة المقبل فالأهلي مش عايز يلعب الماتش بتاعه يوم 9 ده اللي هو يوم التلات تسعة مايو لأنه ماتش الترجي حدد ليه يوم 13 وبالتالي هناك تحرك مبكر من جانب النادي الاهلي مع ربطة الاندية اللي طلب تأجيل هذا اللقاء له هو لقاء حرس الحدود طيب في حال أنا بشرح لك برضو القصة كلها في حال الاهلي الطلب ده اللي هو ماتش حرس الحدود مايتلعبش يوم 9 هتأجل ليوم تاني عشان الاهلي عايب عنده ماتش يوم 13 وفي حال الطلب ده مثلا قبل بالرفض من قبل الرابطة ايه اللي ممكن يحصل؟ مارسل كولر ساعتها طلب قالك انه انا لازم ارجع مباشرة بعد ماتش السوبر مش هاعد يعني لانه المفروض انه هو هيوعد 24 ساعة بحسب الاجراءات المتبعة من قبل اللجنة المنظمة للقاء السوبر فالك لا مش هاعد 24 ساعة همشي لازم امشي على طول بعديها بعد ماتش السوبر علشان يتجنب فكرة الاجهاد ويقدر يرجع مبكرا ده على جانب القصة بتاعت حرس الحدود تاخد مساحة كبيرة الفترة الجاية بفتكر كلام ترجمة نانسي قنقر